متابعينا الكرام مرحبا بكم مجددا في قناة أنا السيب وقد تعذروني على هذه النوع من الفيديوهات لأنه غير معتاد هنا في القناة لكن هذا الفيديو بغيت يكون فيديو خاص باش نرد فيه على نظام حضرات الجزائر وعلى أبواقهم الإعلامية وعلى الكراكيز ديالهم اللي كيقدموهم ليلة نهار من أجل أنهم يسرقوا التاريخ ديالنا والتاريخ ديال الأمة المغربية والتاريخ ديال جدودنا وإحنا ما زالين عايشين فكيحاولوا بطرق بائسة خاصة متدنية ومترنة للسخرية وتهريجية باش أنهم يسرقوا التاريخ ديالنا وكل محاولة وطبيعة الحال تبقوا بالفشل وطالما الأمة المغربية موجودة وطالما نحن كمغاربة نتنفذ الأكسجين لن نسمح لكم بأن تصطوا على التاريخ ديالنا بأي شكل من الأشكال فالرد اللي بغيت نرد هنا متابعينا الكرام على أحد الكراكيز اللي اسمته بونيف أحد المتخلفين والمعاقين دهنيا ديال حضيرات الجزائر لنشر فيديو الذي ترونه أمامكم على الشاشة يقول فيه شوفوا درجة الوقاحة والدناء في نوصلات قل لك على أن المجاهد المغربي عبد الكريم الخطابي جزائري وليس مغربي شوفوا درجة الوقاحة في نوصلات شوفوا درجة الدناء في نوصلات شوفوا درجة الصخف في نوصله لياه هذا الناس بغي نترقوا التاريخ ديال جدودنا ونحن ما زالي نعيشين وهذا العبد الضعيف اللي كتكلم معكم ريفي أبا عن جد نعم نش داريفي نش ذاريفي العائلين ذاريفيين يما ذاريفي أبا ذاريفي جدودينه إليه تحاربا يتجاهدا أقب تكرم الخطابي ورهدار معكم ونقول لكم بالريفية باش نرد على ذلك المكلخين الجهلات اللي كي بغي يسرقوا على تساريخ ديال جدودنا عبد الكريم الخطابي ولا جزائري يا نسخة الواليدي عبد الكريم الخطابي نش 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 أنا الجد ديالي الأب من ناحية الأم هو والأب دياله كانوا يجاهدون مع عبد الكريم الخطابي أنا حفيد المجاهدين اللي كانوا يجاهدون مع عبد الكريم الخطابي وأفتخر والعرق ديالنا يبونيف كين هنا كين فهذا الرأي هذي نحن نش 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 كما تتكلم هذا الرسالة كانوا يقولون للجزائريين أنوا لم تدعون لنا أولادكم يحاربون في أرضنا نعم 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 يشاهدون تلك الرسالة تسمعوا نصف الرسالة لتوجه هذه الرسالة للجزائريين وانتكلم على الجزائريين بالخصوص لأن الرسالة تدخلوا في جيش فرنسا وفرنسا كانت تعاون سبانيا لكي تقتلنا وتشردنا في أرضنا تماما كما يحاولون الآن أن يقسموا ويفتتوا المغرب عن أقادمه الجنوبية وسمعوا نصر الرسالة وموجودة بالوثيقة بالحجة بالبرهان نحن لم نتكلمون بالخزع بلات نحن كجبوا الدليل ولا برهان كجبوا الوثيقة كيف يقول الدكتور عبد الحقس نيبي الثقة في الوثيقة سمعوا مزيان هذه الرسالة الموتقة في أجدير وبالمناسبة كنت لكم منطقة أجدير اللي هي الأصل عبد الكريم الخطابي وأجدير النشنين يريفن سنة جدير فين كينا وسمعوا مزيان عشر عوشت 1925 أجدير رسالة موتقة للأمير محمد عبد الكريم الخطابي إلى الجزائريين والتونسيين الذين كانوا أو كانوا يشكلون أربع أخماس الجيوش التي تحاربوه فيا أيها المسلمون التونسيون والجزائريون إن كان الأمر الذي يشق علينا تحمله هو أن نرى أبناءكم يساقون قصرا إلى محاربتنا كما أنه يشق علينا أن نرانا ملتزمين لأجل الدفاع عن استقلالها أن نتقابل في صحة القتال مع إخواننا في الجيس والدين إنها حالة والله لا تتنغس منها نفوسنا جميعا ولا تتفتت منها نفوسنا ألم يقل الله عز وجل من يقتل مسلما العبدا فجزاؤه جهنم خليدنا فيها وغضبوا الله عليه ولعناه هذا جديدكم كانوا يحاربوا نحن في الأرض والآن بكل وقاحة بكل دناءة تخرجوا و تقولوا أننا تتكلم خطابة جزائين هذه واثقة رسالة طويلة في حقيقة الأمر الرسالة طويلة ولكن نتقل لكم فقط الخلاصة التي تتكلم فيها على كيفة أن الجزائين كانوا يتحقون بالجيش الفرنسي وفرنسا كانت تدعم إسبانيا لمحاربة المغاربة في أرضهم في هذا البارح في اليوم البارح كنتوا تحاربون بطريقة واليوم تحاربون بطريقة أخرى البارح كنتوا تحاربون في الريف واليوم تحاربون في الأقاليم الجنوبية المغربية ويغلون تقسمونها ويغلون تشتثونها ويغلون تقدروا كذا وكذا وكذا هذا هو عبد الكلمة الخطابين التي تقولون أنه جزائري وهو في رسالتي يقول لكم ما تدع لنا أولادكم يا الحركة يا الفققير يا البصبعيين ما تدع لنا أولادكم الذين يحاربون مع الفرنسيين وعندما تتكلمون عن الثورة وعلى الشهادة وعلى الزمالكحل وراءنا في القناة الثانية انشرت لكم الفضيحة عن الجيش التحليل الجزائري وهو يقتل ويدبح في الجزائريين ويرسقتوه معني فرنسا هي الثورة دي لكم كيفاش دائرة واليوم كتخرجون كتقولون نعم تكلم الخطابي جزائري ما كتحشموش انتو ما فاشت تتكلموا على بتكلم الخطابي أنا براسكم نحشم براسكم نحشم لأن جدودكم كانوا كتحاربوا جدودنا في الريف وهذا اللي يقول على أن عبد الكلم الخطابي جزائري عبد الكلم خطابي مغربي رغما عن أنفك ونحن أحفاده وأحفاد المجاهدين اللي كانوا كتحاربوا في الريف واللي كانوا كتحاربوا في المغرب يعني عامة من أجل الاستقلال هذا هو العرق دينا هو هذا العرق دينا أحمر وأخضر العرق دينا كينفاد الرأي وفاد الأمة وفاد التاريخ هذا اللي هو تاريخ مشهود له أنه تاريخ طويل عريض عريق أنتم اللي ما عندكم لا أصل لا ملا ولا هم يحزلون تحاولون بشكل طرق أنكم ترقوا التاريخ دينا التاريخ دي الأجداد دينا وتحاربوننا حتى في الوحدة الطرابية دينا وإن كنا وإن كان أجدادنا في اليوم اليوم أمس يعني في الماضي كانوا كحاربكم بالبندقية وأنتم تتشاركون مع الجيوش الفرنسية والإسبانية ضد وحدتنا الترابية وضد استقلالنا فنحن اليوم أيضا مستعدين أننا نهز هذا وندافع لأرضنا وعلى التاريخ دينا بشتى الطرق نحن على عهد أجدادنا باقون والأمة المغربية ستبقى واحدة موحدة وإن كنا اليوم قد أنهينا ملف الصحراء المغربية الأقليمة الجنوبية المغربية فغدا سوف نفتح ملف الصحراء الشرقية وإن كنا قد بنأنا نفتح هذا الملف لتعود الأرض إلى أصحابها ولتنتهي أسطورة الحدود المولوطة عن الاستعمار أهلا نشط لكم الوثيقة اللي عبد كلم الخطابي أو الرسالة دينا منذ منذ الاستعمار وأنتم تتحالفون مع المستعمل اللي تحاربوننا في أرضنا وتشتتون شملنا ها هي الرسالة والحجم اللي تكلم الخطابي اللي كتقولوا عليه على أنه جزائري ماشي مغريبي من كتحشموش ما عندكم شل وجه اللي تحشمو عليه متابعين الكرام سمحوا لي على هذا الفيديو أراكم في فيديو قادم